حدث دراماتيكي وغير عادي على الحدود المصرية الإسرائيلية هكذا وصف الإعلام الإسرائيلي خبر تبادل إطلاق النار بين القوات المصرية والإسرائيلية على الحدود القريبة من معبر رفح البري والتي أدت إلى مقتل جندي مصري بدأت الحادثة في ساعات الظهيرة عندما نشرت القناة الثالث عشر الإسرائيلية نبأاً تحدث عن اشتباك مسلح وقع بين قوات مصرية وأخرى إسرائيلية سرعان ما حذف من قبل القناة ومن قبل كافة وسائل الإعلام الإسرائيلية بسبب فرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظر نشر على هذه التفاصيل ساعات بعد ذلك سمحت الرقابة العسكرية لوسائل الإعلام بنشر التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث والتي تحدثت عن اشتباك مسلح متبادل بين الطرفين أدى إلى وقوع قتيل في صفوف الجيش المصري فضلا عن إصابة واحدة على الأقل دون وقوع أي إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي الرواية الإسرائيلية التي نقلتها وسائل الإعلام تتحدث على أن الجانب المصري هو الذي بدأ بإطلاق النار على القوات الإسرائيلية التي ردت باستخدام الأسلحة الرشاشة ما أدى إلى مقتل الجندي المصري الجيش الإسرائيلي تعمد عدم الحديث بتفاصيل حول هذا الموضوع بسبب حساسية الموقف واكتفى ببيان مقتضب ذكر فيه بأن الجيش يحقق في إطار حادث التبادل لإطلاق النار وقعت على الحدود المصرية وأن إسرائيل تناقش مع الجهات المصرية المعنية تفاصيل هذا الحادث تعتبر هذه الحادثة حساسة من ناحية التوقيت والمضمون لأنها تأتي في ظل التوتر المصري الإسرائيلي الدبلوماسي بسبب سيطرة إسرائيل عسكريا على معبر رفح البري وبدأ إسرائيل بعمليتها العسكرية البرية داخل مدينة رفح هذه ليست الحادثة الأولى التي يحدث فيها اشتباك مسلح ما بين الطرفين قبل حوالي عام قتل جندي مصري وثلاثة جنود إسرائيليين نتيجة اشتباك مسلح وقعا على الحدود ما بين البلدين